كريستفور روبرت ايفنز او مثل ما عرفناه بالاسم المختصر كريس ايفنز او مثل ما كانوا ينادوه اصحابه والناس القريبة منه باسم سيفنز واللي هي دمج ما بين اسم كريس و ايفنز اسمه و اسم عائلته سووها مع بعض كده طلعيش سيفنز وهو مثل امريكي من مواليد 13 يونيو سنة 1981 بمعنى ان عمره الى تاريخ هذا الفيديو هو 40 سنة باين عليه مش باين عليه مش دي قضيتنا بس اللي بنعرف وايج انه عمره 40 سنة كيف حالكم انتم طيبين ابوه اسمه ايفنز جي روبرت وكان يشتغل كطبيب اسنان وامه اسمها ليزا وكانت تشتغل كمديرة فنية في احد المسارح او بالتعديد في مسرح كونكورد للشباب ووظيفة ام مساعدته انه يدخل في مجال التمثيل في سن مبكرة مش بس هو كمان اخوها الصغير اسمه سكوت اشتغل الان كممثل تلفزيوني وكمان اخته شانا لقت لنفسها فرصة في عالم السينما والتلفزيون مش بالتمثيل ولكن في الامور الفنية الثانية وبالحديث عن امه وابوه احنا نتكلم عن كابتن اميريكا ما نتكلم عن اي ممثل ثاني نتكلم عن كابتن اميريكا الشخص اللي قدم اشهر شخصية في عالم السوبر هيرو وبالاضافة لشخصية الثانية مشهورة معاه ولكن كابتن اميريكا مشهورة مرة رضي الشخصية بالذات عنده منها فبالحديث عن هذه الشخصية أمه وأبوه انفصلوا أو بالحديث عن مؤدي هذه الشخصية أمه وأبوه انفصلوا سنة 1999 وبما أننا جاهسين نتكلم عن عائلته عام كريس إيفنز يا جماعة اسمه مايك كابوان واللي عنده مسيرة طويلة وناجحة جدا في السلك السياسي كان يشتغل كعمدة لأحد الولايات في أمريكا وفي فترة ما كان أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي برضه وكان على بعد خطوات بسيطة جدا من أنه يدخل إلى مجلس الشيوخ الأمريكي ويأخذ له منصب داخله وفي 2014 كان على بعد خطوات بسيطة جدا أنه يتم ترشيحه لمنصب حاكم برضه لأحد الولايات ولكن برضه ما حصل شي نصيف وما زال عامه إلى الآن مهتم جدا في المجال السياسي ولاحقا كريس إيفنز واللي هو بطلنا لهذا اليوم بدأ يبدي اهتمامات كده متنوعة في المجال السياسي وكان من أكبر المعارضين جدا للرئيس السابق دونالد ترامب بل أنه وصفوا في أحد اللقاءات وقال أنه دونالد ترامب غبي مش أول واحد يقول عن دونالد ترامب غبي وكان له حوارات سياسية مع كثير من السياسيين بل أنه أسس موقع خاص للحوارات السياسية وتبادل وجهات النظر ياب تيار ستكلم عن كريس إيفنز فلا تستغرب لو يوم من الأيام شفت كريس إيفنز كذا في منصب سياسي في ياب ما هو بعيدة ترى الولد عنده اهتمامات في السياسة فما تدري ممكن يعمل لأنه عمه عملها إيش اللي يمنعه كريس إيفنز يا جماعة ولد على الديانة المسيحية ولكنه حاليا يعني في فترة ما من الزمن هذا صرح وقال إنه ما يؤمن بالمسيحية كثير وإنما يؤمن بالبوذية هو مش بوذي رسمي يعني ما يقول لكم أنه بوذي مئة في المئة أوكي في فترة من الفترات جلس حوالي ثلاثة أسابيع في أحد المعابد البوذية يتعلم تعاليمهم والأشياء الثانية الخاصة فيهم ولكنه ما يؤمن بالبوذية بشكل كامل يعني ما يمارس طقوسهم حاليا ويؤمن بالفلسفة البوذية وأفكارها ويشوف إنها أقرب شيء للمنطق من وجهة نظره بل إنه يشوف إنه البوذية هي أكثر شيء يتوافق مع تفكيره فهو بوذي بس مش بوذي فهمتوا الفكرة يا جماعة خلاصة كريس إيفنز يا جماعة من طفولة وكان عنده هواس شديد جدا في ديزني وعالم ديزني بشكل عام يقول كريس إيفنز إنه عاش طفولة جدا طبيعية وحياة كريمة ما فيها أي خلاف ولكن في بداياته في طفولته كان مهوس جدا في الرسم والفضل يرجع إلى شركة ديزني فكان يجلس لحاله في غرفته ويرسم شخصيات ديزني أو شخصيات خيالية تطرأ عليه بل إنه كان أحد أحلامه يوم هو الطفل إنه يصير رسام رسوم متحرك إنه يرسم رسوم متحركة إنه يصنع رسوم متحرك حتى لما وصل إلى سن المراهقة كان برضو ما زال مهوس بعالم ديزني عام يقول لكم حاجة قبل ما يصير ممثل مشهور وإلى يومنا هذا الولد ما زال مهوس جدا في عالم ديزني وكل شيء له علاقة بديزني لدرجة يقول كريس إيفنز إنه عندي عدات تنازلي عندنا كده جمعة عائلية سنوية تحصل مرة واحدة في السنة نتجمع كل أسرتنا وأطفالنا وعائلتنا وكل واحد في بيتنا ونطلع إلى ديزني لان من قوة الحماس ومن كثر مرة ما يحب هذا اليوم يوم ديزني اللي مرة واحدة في السنة يقول حطلوا عدات تنازل كل فترة يشيك عليها كم باقي على زيارتنا العالم ديزني ياب كريس إيفنز اللي عمره 40 سنة مرة يموت في ديزني which is حاجة كويسة لأنه توقعت أني أنا الوحيدة الشيبة اللي أحب ديزني وصرح لاحقا كريس إيفنز وقال أنه فيلمه المفضل في عالم ديزني هو فيلم روبين هود واللي أتوقع أنه مرة قديم نزل في السبعينات ثمانينات حاجة زي كده بل أنه يعشق ويقدس عالم هاوس أوف ماوس أو عالم ميكي ماوس بل أنه حافظ جميع أغاني ديزني أي أغنية صدرت في أفلام ديزني الكرتونية كريس إيفنز حافظها وبالتحديد أغنية حرية البحر أو جميع أغاني فيلم حرية البحر ويا من يعيش شايفين قد يش الولد يحب ديزني ويموت فيها اليوم كريس إيفنز أحد أهم الأعضاء في شركة ديزني فرع مارفل طبعاً وكمان راح يقدم هذه السنة الأداء الصوتي لشخصية باز لايتير أو باز يطير مثل ما عرفناه حب ديزني تموت فيها من طفولتك وفي سنة ما لما تكبر تقدم دور لواحدة من شخصيات ديزني أما بالنسبة لدراسته يا جماعة بحكم أن أم كريس إيفنز كانت مديرة في المسرح كان جزء كبير من طفولة هذا الإنسان على خشبة المسرح حتى في المدرسة كان يشارك في المسرح المسرح كان معاه وين مايرون أو التمثيل بشكل عام حتى في الجمعات العائلية الأم كانت تجمع عيالها الصغار وتعطيهم أدوار ومسرحية وتخليهم يقدموا مسرحية للضيوف وللعائلة حتى لما وصل إلى المتوسطة والثانوية والجامعة ما زال مهتم في عالم التمثيل بل إنه لما خلص دراسته توجه إلى معهد خاص للتمثيل علشان يطور نفسه أكثر وخمن مين اللي درس معاه في معهد التمثيل وقتها خمن مين الصديق اللي تعرف عليه كريس إيفنز في هذا المعهد الخاص بالتمثيل بعد المدرسة يمكن خمنت يمكن ما خمنت بس أحب أقول لكم أنه سكارليت شونسون درست مع كريس إيفنز في نفس المعهد الخاص بالتمثيل ومن يوم هواء إلى يوم أن هذا كريس إيفنز وسكارليت شونسون تربطهم صداقة جدا قوية خيل تدرسوا مع بعض من يوم أنتم صغار تكبروا مع بعض في عالم ديزني والحاجات دي وفجأة واحد منكم يصير كابتن أمريكا والثانية بلاك ويدو وتظهروا في نفس الفيلم يقلع أم أم الحظ والحياة حلوة بسم الله عليهم ما شاء الله أما من ناحية دخوله إلى عالم التمثيل فمثل ما قلت لكم الولد من يوم هو صغير يحب المسرح وظهر في مسرحيات كثيرة وفي إعلانات كثيرة وفي أشياء بسيطة فبحكم خبرته وعلاقاته في المسرح عن طريق والدته قدر أنه يدخل إلى مجال السينما والتلفزيون من أوسع أبوابها ومن دون أي تعب يعني مش زي بعض الممثلين اللي حكينا قصتهم يتافروا يتهجولوا يشتغلوا يتشردوا في الشارع فترة لا كريس إيفنز المسرح موجود جنبه من يوم هو صغير قريب منه التمثيل في جيبه ما في عنده مشاكل فأول ظهور له كان في سنة 2000 في مسلسل قصير اسمه The Opposite Sex تخيلوا أنه هذا أول دور له كان دوره أساس عمر وقتها كان تقريباً عشرين سنة فأول ظهور له رسمي في عالم السينما والتلفزيون أو في عالم التلفزيون بالتحديد لما كان عمره عشرين سنة قبل عشرين سنة كل تجاربه كانت في المسرح وفي الإعلانات وفي الأدوار البسيطة من بعد هذا المسلسل أو بالتعديد من أول مشاركة تلفزيونية له الولد بدأت تجيه عروض بشكل مستمر وعروض بسيطة وبعضها كويسة بل أنه بعد هذا المسلسل صار عنده وكيل أعمال خاص فيه يرتب له تجارب أداء ويضبطه وخلال خمسة سنوات من أول ظهور له في عالم السينما والتلفزيون قدر كريس إيفنز أنه يحصل على أول دور له كبطل خارق في فيلم فانتاستيك فور سنة 2005 وخمسة واللي بالمناسبة هذا الدور بالتحديد سبب له إشكاليات كبيرة بعدين مع مارفل بنتكلم عنها بعد شوية وبالرغم من أنه سلسلة فانتاستيك فور ما كانت شيء ضخم بل أنه شيء يعني عادي ويمكن أزود من عادي شوية إلا أنه مشاركته في هذاك الفيلم أعطته شهرة وسمعة جداً كويسة في هذه الفترة بعدها بكم سنة برضو يعني تقريباً 2005، 2006، 2007، 2009، أربع سنوات ظهر في فيلم اسمه بوش سنة 2009 واللي كمان قدم فيه دور بطل خارق وقصة الفيلم كذا تتكلم عن عالم تحاول الحكومة فيه السيطرة على الأبطال الخارقين وتجنيدهم ما كان الفيلم ضخم من ناحية التقييم بس الأمانة أفتكر تابعته زمان واستمتعت فيه فإذا أنتوا تحبوا الأشياء اللي فيها الأبطال خارقين وزي كذا تابعوا عموماً اللي بقولوا لكم أنه فيلم فانتاستيك فور وفيلم بوش أضافت له خبرة في عالم الأبطال الخارقين فبعد المشاركتين هذولي أو بالتحديد بعد خمس سنوات من المشاركة الثانية له كبطل خارق وصل لكريس إيفنز أهم دور له واللي تقريباً كلكم خمنته الدور هذا يا جماعة نقل كريس إيفنز من الدور الأول في هوليوود وإلى قمة هوليوود مباشرة يب أتكلم عن كابتن أمريكا ولكن وقبل ما نتكلم عن كابتن أمريكا الولد حصلت له قصة غريبة عجيبة شوية يعني كريس إيفنز رفض دور كابتن أمريكا وكيفين فايقي اللي هو الشيخ الكبير حق مارفل وديزني برضه رفض كريس إيفنز كلهم رفضوا وبنفهم بعد شوية أول حاجة كان في مجموعة أسماء مرشحة لشخصية كابتن أمريكا من ضمنهم كريس إيفنز لما وصل الخبر عند كريس إيفنز قالولو يا حبيبي نباك أنت تقدم دور كابتن أمريكا قال لهم لا مش عايز قالولو طيب بنشوفه نرجع لك قال لهم لا أنا مش عايز رفض مرتين بعدها راحوا عند كيفين فايقي اللي هو مدير مارفل وقالولو يا كيفين فايقي هذه مجموعة أسماء من ضمنهم كريس إيفنز قال لهم لا كريس إيفنز ما نحتاجه لأنه سبق وشارك في فانتاستيك فور فخايف أنه مستقبل ينسبب لنا إشكاليات ومن ذا الكلام المهم أنه سووا تجارب الأداء الممثلين الثانين وبعضهم كانوا ممثلين المشهورين وما إلى ذلك ولكن كيفين فايقي بعد تجارب الأداء وبعد ما شاف الأسماء المطروحة قدامه غير رأيه فجأة قال يا جماعة الخير أنا ما أنا عارف إيش أقول لكم بس أحب أقول لكم أنه كريس إيفنز لازم هو اللي يقدم دور كابتن أمريكا مش أي واحد ثاني لازم كريس إيفنز راح كيفين فايقي شخصيا إلى كريس إيفنز وقال له اسمعني أنا أباك تكون أنت كابتن أمريكا كريس إيفنز قال له لا أنا مش عاي يا ابن الحلال يهديك يرضيك ويشبدأ فراح كيفين فايقي وكلم روبرت داوني جونيور اللي قدم شخصية آيرون مان قال له اسمعني يا حبيبي ارحم لي أمك انت إنسان إن شاء الله من عندك أسلوك هذا رقم كريس إيفنز قنيع لي إياه نبغى الولد يقدم دور كابتن أمريكا بفلوس ببلاش بالرشاوي اتصرف روبرت داوني جونيور أخذ رقم كريس إيفنز وبدأت واصل معاه كيف حالك وشخ بارك بنغالي آوها ألم من جلس يسولفوا معاه وطقطقوا وضحكوا مع بعض وفي النهاية قدر روبرت داوني جونيور إنه يقنع كريس إيفنز إنه ياخذ دور كابتن أمريكا ولو بالفعل وقفى كريس إيفنز إنه ياخذ الدور فراح قال لكيفن فايقي كام فلوس أنا يهمني الفلوس الآن فايقي قال له اسمع أنا حدلعك بس حدلعك بشكل تدريج قال له إزاي حدلعني بشكل تدريج قال له يعني أول ظهور لك كابتن أمريكا لك مني عقد بقيمة 300 ألف دولار أحق قليل يا أبو فايقي 300 ألف جالست قرديني لك سنة فايقي قال له أصبر علي حدلعك حزبطك الشيطان فايقي فايقي شيطان يجيس إختبار نجاح الشخصية وعلى ضوءها يبدأ يطلع الآدم قال له ما عليك أول فيلم أعطيك 300 ألف بعدها بكم سنة عندنا فيلم اسمه أفينجرز واللي رح ينزل في 2012 الفيلم ذاك رح أعطيك عليها عقد بقيمة 2 مليون دولار إيش تبقى أكثر ولحظة لحظة قبل ما تتكلم وقبل ما تزعل بعدها بكم سنة بينزل فيلم اسمه كابتن أمريكا ولك مني عقد بقيمة 3 مليون دولار ونص ولا تزعل كمان بعدها بكم سنة رح ينزل فيلم اسمه ولك مني وقتها عقد بقيمة 7 مليون دولار أقول لك حاجة أقفلك الليلة أي فيلم بعد أفينجرز لك مني عقد ثابت بقيمة 15 مليون دولار عن كل فيلم قلتهم بس قصرت معاك وقعني كده زبطت الأمور كريس إفنز قال له الله يبيض الله أجاك لاتس دو ديس وتصافحوا وإيش ووقعوا العقود طبعا الأمانة يعني كريس إفنز واحدة من أروع الشخصيات اللي قدمت كابتن أمريكا عساس أنه فيه كابتن أمريكا ثاني ولكن فعلا هو واحد من أفضل الشخصيات اللي أحبها واحترمها في عالم مارفل السينماي ويعجبني الكاركتر تبعهم ويعجبني كمان الكاريزما اللي يتميزوا فيها فرح أشارك معاكم مجموعة من أفلام كريس إفنز اللي جدا أحبها وأتمنى فعلا أنكم تتابعوها وتصوروا الشاشة وتتصرفوا يعني أول فيلم فيلم سنو بيرسر واللي صدر سنة 2013 واحد من أروع أفلام نهاية العالم واللي أنصحكم فيه وبشدة وكمان عنده فيلم اسمه Gifted نزل سنة 2017 عن بنت عندها ذكاء خارق جدا في الرياضيات ويكون هو الوصي عليها فيلم درامي جدا جميل لا يفوتكم وقريب في سنة 2019 شارك في فيلم Knives Out واللي هو فيلم جدا ممتع وكوميدي وضحكنا عليه كثير بالرغم من تصنيف الجريمة داخله فصدقا يا جماعة الولد ممثل رائع والتمثيل يجري في عروقه من يوم كان صغير فظنع أنه شارك في بطولة المسلسل القصير Defending Jacob وللأمانة أنا ما تابعت المسلسل كامل تابعت كذا منه جزء وانشغلت عنه لكن معظم المراجعات ومعظم المراجعين ومعظم المتابعين اتفقوا أنه المسلسل Defending Jacob مسلسل جدا جميل فتابعوه وجربوا بنفسكم أو تابعوه ورحكم بنفسكم والمسلسل مش في نتفليكس ولا في أي منصة ثانية المسلسل من إنتاج أبل تيفي واحدة من القصص الغريبة يا جماعة اللي صارت للإنسان هذا في مسيرته أنه أحد المعجبين مرة قل له كده ناداه قل له دوريتو كريس إفنز قل له تكلم معي أنا دوريتو طبعا دوريتو يقصد البطاطس الشيبس ما نادى ستيف روجرز ولا نادى كابتن أمريكا ولا نادى كاب ولا نادى كريس إفنز ولا نادى دوريتو إيش دوريتو فلما سأله عن السبب يقول يا أخي جسمه من وراء كأنه دوريتو هو لابس بدلة كابتن أمريكا أنا عارف أتفق معاكم أنه معلومة تافة ونائمة بس إلى يومنا هذا في ناس كثير من معجبين كريس إفنز لما يشوفوا برا ينادوا دوريتو إيش في يا مدير حتى أنا مصدوم أنا دوباني أعرف دي المعلومة بس اكتشفت أنه في ناس كثير ينادوا دوريتو أنا للأمانة مش شايف أي دوريتو في الموضوع شايف ظهر إنسان طبيعي بس ليش دوريتو كريس إفنز يا جماعة له ماضي عريق مع نبتة الحشيش أو الماريوانا يقول إنه كان مرة مدمن ويدخن الحشيش في أوقات كثيرة ما هو مدمن يعني مرة ما يقدر يعيش إلا بالحشيشة والماريوانا بس كان مرة يحب يعني يتعاطاها بين فترة وفترة بل إنه أحد صائدي المشاهير اللي يجلسون كذي تصيدون المشاهير يقول لقيته مرة في ملها ليلي يحشش يحشش إلينقا الأمين وبرضو أحد صائدي المشاهير يقول شفته مرة في ملها أو في كافي أو في كازينو يقول شفته يلف الولد معلم يعرف يلف ولكنه صرح في أحد اللقاءات وقال إنه ترك هذه العادة أخيرا لأنها كانت مسببت له تشتيت عن أشياء كثيرة مهمة في حياته ونصح وقال إنها شيء غير صحي على الإطلاق والإدمان عليها مضيعة للوقت والمال والصحة والتركيز فما لكم مال الخرابيطة هذه جماعة يسمعوا كلام كابتن أميريك واحدة من الأشياء الغريبة اللي سواها كريس إيفنز هو والممثل جيرمي رنر جابوا العيد مرة كذا على بلاك ويدو على شخصية بلاك ويدو مش سكارلت جونسون ركزوا في أحد اللقاءات كان هو والمثل جيرمي رنر مع بعض يعني قاعدين يسووا لقاء وكانت مقابلة عفوية ضحك واستهبال إلى أن جاء موضوع بلاك ويدو أو نتاشا رومانو واللي تقدم شخصيتها سكارلت جونسون ضمن السؤالي في كذا فجأة لقام قال جيرمي رنر قال بلاك ويدو إزا بيتش أو عاهرة ليش يا ولد اش تقول كذا وكريس إيفنز جلس يضحك ايش فيه قال يا أخي تركت كل المزز اللي في الفيلم تركت ثور تركت لوكي تركت كابتن أمريكا تركتني تركت آيرون مان وراحت تحب هولك يا شيخة الموضوع وقتها كان ضحك واستهبال إلى الآن ضحك واستهبال وكلنا عارفين نضحك واستهبال لكن بعض الفانس مهبل مجانين راحوا صعدوا أم الموضوع في تويتر وقال أبو الدنيا رأسا على عقب على جيرمي رانر وعلى كريس إيفنز بالرغم أنه كريس إيفنز ما تكلم بس جلس يضحك ولاحق أن تم استدعاء الاثنين هذول يبواسطة مارفل تعال يا قليل الأدب انتوا يا ويعتذروا رسميا أمام الجمهور فشلتونا بالفعل طلعوا الاثنين ويعتذروا يا جماعة أسفين والله نمزح والله نمزح النتاشا رامونوف هولك حبوا بعض زي ما تبغوا إحنا البقية كلنا شواكيش إيش فيها أسفين يا جماعة يحبوا يحبوا الفانز يحبوا الدراما يا جماعة كريس إيفنز يا جماعة دخل في علاقات كثيرة أولها كانت مع الممثلة جيسيكا بيل واللي استمرت إلى 6 سنوات بعدها انفصلوا وراحت هي للمغني جستن تومبرليك وتزوجته وخلفت منه وما زالوا مع بعض إلى يوما هذا وبعدها دخل الممثل كريس إيفنز في علاقة مع الممثلة مينيكا كيلي وظل معها لأكثر من 6 سنوات وبعدها انفصلوا بطبيعة الحال وبعدها دخل في علاقة مع الممثلة جيني سليت وظل معها لحوالي سنتين وانفصلوا واللي بالمناسبة هذا الممثلة ظهرت معاه في فيلم قفتد فغالبا يكونوا تعرفوا على بعض في هذاك الفيلم وحبوا بعض من ذاك الفيلم وبعدين ايش انفصلوا وحاليا الولد عزوبي وفاضي وما عندوش أي شغل ولا مشغلة كلها شوية أفلام يعني ذات بعد ما خلص كابتن أمريكا الولد كده حاس انه عنده أزمة وجودية يارا بيرجعوه كده بطريقة الماء على موازي خارج أعمال مارفل وصلت ثروة هذا النجم إلى حوالي 80 مليون دولار أمريكي ولعل أهم أدواره القادمة راح تكون في فيلم ديزني الانيميشن لايت يير واللي قدم فيه الأداء الصوتي لشخصية باز لايت يير شخصيا وراح يصدر الفيلم هذا في وقت ما من هذه السنة سنة 2022 شاركوني أفلامكم المفضلة لهذا النجم الرائع وإلى هنا يا جمعا نوصلنا لنهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه علشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول والأهم من هذا كله إذا أعجبكم الفيديو يا جماعة لا تنسى الضغط على زر اللايك لأنه مرة مهمة بساعدني كثير كان معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم